أسلام أمخو أسلام أمخو أسلام أمخو القذر اشتركوا في القناة لأن كثيرا من الناس أخذوا يدوينون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثاوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كائن من فرقة أبي اسمه زكريا له زوجة من سلالة هارون اسمها إلصابات وكان زكريا وإلصابات صالحين عند الله يدبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوما عليهما وما كان لهما ولد لأن الإصابات كانت عاقرا وكانت هي وزكريا كبيرين في السن وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور فلما رآه زكريا اضطرب وخافا فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن الله سمع دعائك وستلد لك إمرأتك إلصابات ابن تسميه يوحن وستفرح به وتبتهج ويفرح بمولده كثير من الناس لأنه سيكون عظيما عند الرب ولن يشرب خمرا ولا مسكرا ويمتلئ من الروح القدوس وهو في بطن أمه والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم المجد للمسيح ربنا أماني نبدي سنة تقصية جديدة نتحضر إلى ميلاد المسيح بأربعة أسابيع ننتظر ونصغي مثل مريم مثل أنبياء العهد القديم انتظروا بصبر كثير مرات الأشياء التي نتمنها لا تتحقق بسهولة ولهذا الشماس قرأ بداية إنجيل لوقة هذه البداية يوجه إلى شخص غامض اسمه تاوفيلوس تاوفيلوس يعني محب الله مثل كثير أسماء عندنا تحمل اسم الله عبد الله اللاويردي جار الله رسق الله كثير ناس تنطي أسماء بيا اسم الله فكان هذا تاوفيلوس رمز لكل اللي ينتظرون معرفة منه الله حتى أول مطران في كاركوك سكن هوني نعرف اسمه سنة 117 كان اسمه تاوكريطي تاوكريطوس يعني قوة الله هاي الأسماء هي علامة للناس اللي يعطون أولادهم اسم هو تمني تمني وعد الله لما ما يجي المولاد يسمونه وعد الله يعني تمني أنه هو تحقيق للوعد القصة الدور حول تحضير هذا الميلاد عجوز وشايب انتظار بس لوقة يقول لا تقطع الأمل صحيح كأنه الله يتأخر وكثير من العهد القديم كانوا قاطعين الأمل لأنه ما بقى أكو أمل خاصة لما تجي الكوارث والمصائب لكن الله ما يتركنا ولهذا هذا الشايب اسمه أيضا بينه معنى زكريا الله يذكر والأم اسمه إليسابات يعني الله عهدي الله هو العهد ما نحنه هو العهد فإذا عدنا ابن راح يكون اسمه يوحن الله يتحنن إذا خارطة الطريق مال كله العهد الجديد انرسمت الله حنون الله يذكر الله هو العهد هالشكل إذن عدنا اللمسات الأولى لما راح يصير في هذا العالم بس احنا اليوم لازم نفكر شوية أعمق أكو أكو عدنا سيناريو تقريبا خطة خريطة خارطة الطريق يحبوها اليوم السياسيين خارطة الطريق عدنا خارطة طريق الله أعدوا طريق الرب هذا الطريق هو يجي بأنه يدهشنا يغير مسارنا قوموا طريق الرب يعني اجعلوا العالي ناصي والناصي عالي والمتكبر ينزل والمتواضع راح يرتفع وهذا راح يكون أيضا نشيد مريم راح نشوفه بالأسابيع المقبلة أكو دهشة وأكو تسبيح هذا الشايب من راح يعند ويا الملاك راح يخرس تسعة الشور بس مني ينفتح لسينه راح يسبح الله ويمجد الله بشكل عجيب هاليوم زماننا هو زمان الاكتشافات اللي يتبع الأحداث العلمية اللي ده تصير كل يوم أكو فالاكتشاف جديد خاصة بعد ما أطلق قبل سنة هذا المسبار التليسكوب الفضائي اللي أدهشنا باكتشافات جديدة إنجيل اليوم يقل لنا لو تنتبهون لو تسمعون لو تديرون بالكم أكو أشياء مفاجآت ولهذا راح يسمى إنجيل والإنجيل يعني مفاجأة خبر سار أشنو هذا الخبر السار اللي غاح يغير وجه العالم كله أنه الله يظهر بالجسد شوية صعبة صعبة على الناس أن يستقبلون هكذا حالة هكذا فكرة ولهذا راح نحتاج إلى 33 سنة من عمر يسوع وكل اللي حوالين من أمه ومن تلاميذه حتى نقبل أن يظهر الله بالجسد وبطريقة مدهشة ولهذا راح يقول له لو قالتا أو فيلوس أنا أخذت الأخبار من مصادره حتى أنت تتيقن يعني مثل ما التليسكوب يجعلنا نشوف أشك بالكون حتى نتيقن من هذا الوجود كذلك إحنا في الحياة الروحية كأنه هي موازية للحياة العلمية والفيزيولوجية والطبيعية إحنا لازم نتعلم هذا التعلم هو بالإصغاء نحتاج نتعلم شقد الثقافة الإيمانية ضرورية نتعلم كثير ناس يتصورون نفسهم يعرفون هذول يتوقفون يتوقفون على شيء يتعلمونه من كانوا صغار أو أيام زمان يعني في هذا الإيمان ماكو تخرج ما حد يتخرج من الإيمان طول الوقت إحنا تلاميذ طول الوقت إحنا نتعلم إحنا نتجدد إحنا نحضر نفسنا دائما للمفاجأة ولما ننمر في أزمات ومشاكل ننتظر والصبر يعلمنا كيف نعمل هذا التعلم نطلب من يسوع أن يساعدنا في هذه الأسابيع الأربعة أن نستعد فعلا ما مثل كل سنين الماضية لكن أكفرد شيء جديد هذه السنة هذا الشيء الجديد هو مخبين وإلنا وهذا الشيء نتمنى أن يتحقق في عالمنا في حياتنا من خلال تمجيدنا وصلواتنا والله يبارك بكم آمين